شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ صدق الله العلي العظيم حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول مفهومين متقابلين تكرر ذكرهما في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة وهذان المفهومان هما مفهوما التوفيق والخذلان ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن فصلين الفصل الأول مفهوم التوفيق ومفهوم الخذلان الفصل الثاني عوامل التوفيق وعوامل الخذلان أما بالنسبة إلى مفهوم هاتين الكلمتين في مجمع البحرين يقول التوفيق التوفيق هذا التعريف يحتاج إلى توضيح نحن عندنا ثلاث حالات الحالة الأولى توجيه الأسباب نحو مطلوب الشر يعني حركة الأحداث تتحرك الأحداث بشكل ينتهي إلى الشر هذا الشيء يعبر عنه في مصطلح القرآن الكريم بالإملاء ويعبر عنه أيضا بالاستدراج الله سبحانه وتعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويقول وأملي لهم إن كيدي متين ويقول وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنفُسِهِمْ الله تعالى يُعطي عمر لطاغيه هذا الطاغيه إذا في اليوم الأول وهو طفل كان يموت وهو شاب ما كانت يده تتلوث بهذه الجرائم إذا كان يمرض في شبابه ويسقط في زاوية من الغرفة ما كانت يده تتلطخ بهذا المقدار إذا كان يقوم بإنقلاب وكان يفشل في انقلابه ما كان يتحمل هذا القدر من الجرائم والذنوب إذا كان انقلاب عليه ينجح في بداية حكمه ما كانت يده تتلوث بهذا المقدار الله يعطي الله يعطي العمر من الذي أعطاه العمر؟ الله من الذي أعطاه القوة؟ الله حركة الأحداث تتحرك بشكل تنتهي إلى الشر ولذلك أحيانا إذا واحد رأى أن نعم الله سبحانه وتعالى تتعاقب عليه يجب أن يكون حذرا لأنه هذا تعاقب النعم يمكن أن يكون استدراجا إلهيا يحتاج إلى حالة يقضى ويحتاج إلى حالة حذار لماذا يتم ذلك؟ لعله على أثر الذنب لعله على أثر غفله حركة الأحداث تتحرك إلى الشر الله تعالى الله تعالى في آية أخرى يقول ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لماذا انتهت القضية إلى التكذيب؟ لا نظن أن هذه قضية الآخرين هذه قضية كل واحد مننا الذين انتهت عاقبة أمرهم إلى التكذيب من كانوا؟ على أثر الذنب معين على أثر موقف على أثر غفله تنتهي القضية والعياذ بالله إلى التكذيب بآيات الله وأن الإنسان يفقد حياته الأبدية الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا يبدو أن هناك مواقف كانت لهم هذه المواقف انتهت إلى هذه النتيجة وهي أنه يتركون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحيدا في ساحة المعركة أو مع ثلة قليلة هذه الحالة الأولى التي يقال لها الإملاء والإمهال والاستدراج الحالة الثانية عدم توجيه الأسباب نحو مطلوب الخير وهذه الحالة هي التي يقال لها فيما يبدو الخذلان الله يقول أنا ما عليّ بك أنت تكفّل أمرك الله يكل الفرد إلى ذاته وإلى نفس هذه القضية قضية خطيرة جدا الخذلان جدا خطير لماذا؟ لأنه نحن كل ما عندنا من الله سبحانه وتعالى لا يفرق الحدوث والبقاء إذ لم يكن للممكن اقتضاء نحن لا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إمداد الله تعالى في الحدوث وفي البدء وإنما في كل اللحظة نحتاج إلى عناية الله وفي كل لحظة نحتاج إلى رعاية الله الله إذا يقطع لطفه وعنايته عن العبد لحظة واحدة النبي صلى الله عليه وآله كان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا إذا الله تعالى لحظة واحدة يقطع اللطف عن المؤمن ينتهي يمثلون لذلك بمثال يقولون هذه الصور التي تأتي في ذهنكم هذه الصورة الذهنية الآن أنتوا غمضوا عينكم واخلقوا في ذهنكم صورة ذهنية معين حدوث هذه الصورة منوط بكم بقاء هذه الصورة منوط بكم إذا لحظة واحدة تقطعون النظر عن هذه الصورة تنعدم هذه الصورة وتنتهي هذا مثال للتقريب والمثال العرفي مثل هذه المصابيح الكهربائية والمحول الكهربائي إذا المحول الكهربائي لحظة واحدة يتعطل المصباح ينطفل ولذلك نقرأ في دعاء الصباح دعاء الصباح من الأدعية الغنية بالمفاهيم العميق الإمام صلوات الله عليه يقول وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان نحن في حالة حرب إذا اللحظة واحدة الله يقطع لطفا فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان أو طبق النسخ الموجودة إلى حيث النصب والحرمان خذلان لحظة واحدة يمكن يوقع الإنسان في خط ينتهي به إلى النار لقاء بصديق معين لحظة هذا اللقاء الواحد يمكن أن ينتهي بالإنسان إلى جهنم الله يتمكن يسوي حركة الأحداث بشكل لا تلتقي بذلك الصديق الله يتمكن إذا ما التقيت بذلك تنتهي القضية تمشي في طريقك إلى النهاية ولكن حركة الأحداث تتحرك بشكل تلتقي به في مكان معين هي هي تكون البداية إلى تلك النهاية اللي هي جهنم هذا خذلان لحظة واحدة ليش الله يخذل؟ ليش الله ما يمنع التقاءك بذلك الصديق؟ لعله على أثر ذنب معين الله يقول روح كثير من الأفراد الذين انتهوا إلى عاقبة سيئة البداية كانت لقاء واحد لقاء غير مخطط في مكان عام التقى وانتهى ولذلك يقولون واحد يجب أن يكون يقض دائما حالة اليقض لا تقولون أنا إلى الآن ماشي في الطريق هذا مثل الذي يسوق سيارة في طريق ألف كيلومتر مشه انتهى لا كل لحظة معرّض للسقوط لحظة واحدة إذا نام يمكن ينتهي يوقع في هاوية وينتهي إلى المستشفى عشرين عام يوقع بالهاوية عمود الفقري يتكسر واحد من الشباب كان صاعد فوق الجبال لحظة واحدة غفر سقط الآن عشرين عام أو أكثر مشلور هذه عشرين عام كيف بدأ على أثر تلك الغفلة لذلك واحد يجب أن يكون يقض شريط واحد يمكن يسمعه الفرد يغير مسار حياته يجب أن يكون منتبع يجب أن يكون ملتفت هذه الحالة الثانية الحالة الأولى الإملاء الحالة الثانية الخذلان الحالة الثالثة توجيه الأسباب نحو مطلوب الخير يعني مطلوب هو الخير الله يرتب الأحداث بشكل ينتهي إلى خير رجل يخرج من وطنه منحرف عن أهل البيت لماذا خرج؟ أنتوا لاحظوا تعاقب الأحداث وحركة الأحداث يخرج من وطنه ليش خرج من وطنه؟ لماذا في هذا الوقت المعين خرج من وطنه؟ إحنا عادة نفسر هذه الظواهر بالصدفة في منطق الحكمة الإلهية في هذا الكون لا توجد هناك صدفة إطلاق قضية اتفاقية ما عدنا اتفاقا شفت فلان واحد ماكو أكو عامل معين ربما عشرات العوامل ربما مئات العوامل ربما ألوف العوامل تشابكت وتسلسلت إلى أن أدت إلى هذه الصدفة ربما مليارات العوامل إذا واحد يفكر في حركة الأحداث يصاب بالذهول ربما حركة الأحداث ظاهرة وقعت في هذا القرن بدأ التمهيد لها والإعداد لها من زمان أبينا آدم على نبينا وآله وعليها الصلاة والسلام كم مليار عامل فتاة تهاجر من بلدها هجرة تروح إلى بلد ثاني وتتزوج بشخص هاي ظاهرة زواج شاب بفتاة لماذا هاجرت تجاوبون على ذلك لسوء الأوضاع السياسية في ذلك البلد لماذا ساءت الأوضاع السياسية في ذلك البلد لوجود نظام جائر لماذا وجد هذا النظام الجائر امشوا مع حركة الأحداث شوفوا إلى وين توصلوا عندما هاجرت هذه الفتاة أم الشاب التقت بهذه الفتاة صدفة في مكان لماذا التقت أعجبتها هذه الفتاة لماذا أعجبتها هذه الفتاة لأنها متدينة الفتاة لماذا هذه الفتاة متدينة امشوا ربما تنتهون إلى مليارات العوامل وراء الظاهرة واحدة واحد يصاب بالذهول عندما يفكر يخرج من وطنه لماذا خرج أكو عامل لماذا خرج في هذا الوقت أكو عامل يريد أن لا يلتقي بسيد الشهداء ولكن صدفة يجمعهما منزل واحد كيف جمعهما هذا المنزل الإمام الحسين صلوات الله عليه يبعث إليه يدخل عليه يقول له إن أبا عبد الله الحسين يدعوك اللقمة تسقط من فمه أو من يده لأن لا يريد أن يلتقي بسيد الشهداء حالة وجوم حالة تحير تستولي على الجميع كأن على رؤوسهم الطير كما يقول زوجته تقول له ويحك أو ويلك أو سبحان الله إذا هاي الكلمة ما كانت ربما حركة الأحداث كانت تنحو منح آخر تقول له سبحان الله ابن النبي يدعوك وأنت لا تجي روح شوف شنو يقول اتفاقا الزوجة تكون معه واتفاقا الزوجة تقول هذه الكلمة واتفاقا يتقبل هذه الكلمة ويذهب إلى سيد الشهداء يذهب بوجه ويعود بوجه آخر مستبشر منطلق يقولون له ماذا وراءك يا زهير يقوله إنني صممت على أن أفدي سيد الشهداء أو أفدي الحسين بنفسي ويأمر بأن يحول رحله فصطاته إلى رحل سيد الشهداء شلون تحركت الأحداث إلى هاي النتيجة هذا الرجل المنحرف عن أهل البيت هذا الرجل العثماني شلون تحركت الأحداث بنحو تحول إلى إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحاب وإحنا كلنا علماء فقهاء أبرار أخيار كل الناس يذهبون ويقولون له بأبي أنت وأمي هذا العثماني شلون حركت الأحداث تحركتها هذا يقال له توفيق تأتي فكرة أن يخرج من مكة من الذي ألقى هذه الفكرة في ذهنه الله يفكر أن يخرج في هذا الوقت من الذي ألقى في ذهنه هذا التوقيت الله طبعا هذا ما يسلبه اختياره هو عنده اختيار إلى اللحظة الأخيرة هذا لا يسلبه الاختيار عندما الإمام كان يدعو كان يقول أنا ما أج في تربلاء كان يشرت كما شرد الكثيرون ما سلبه اختياره ولكن الله ألقى هذه الفكرة في ذهنه ألقى التوقيت في ذهنه مصادفة كما نقول يلتقي بسيد الشهداء مصادفة تقول له زوجته هذه الكلمة وإذا به يتحول ذلك الرجل العثماني إلى بأبي أنت وأمي مراجع التقليد يذهبون أمامه ويقولون له بأبي أنت وأمي هذا يقال له التوفيق هذا هو مفهوم الخذلان وهذا هو مفهوم التوفيق الفصل الثاني ما هي عوامل التوفيق نحن كلنا نحب أن نكون موفقين نشوف أفراد موفقين في مختلف الأبعاد العلام الحلي كان موفق رجل يؤلف ألف كتاب هذا متوفيق التوفيق في أبعاده المختلف ملايين الأفراد يهتدون إلى مذهب أهل البيت ببركة العلام الحلي هذا متوفيق مائة ألف فرد في العراق يهتدون إلى مذهب أهل البيت على يد فرد واحد وهو سيد مهدي القزويني هذا متوفيق طبعا يمكن صرف عشرين عام أو أكثر من عمره لذلك مائة ألف واحد هذا متوفيق المحدث القمي يكتب كتاب وهو طالب مثلنا هذا الكتاب يكون ثاني كتاب في التداول والانتشار بعد القرآن الكريم هذا متوفيق لعله المحدث القمي ما كان يخطر بوال ذلك طالب ضمن ألوف الطلاب ليش الله أعطى هذا التوفيق الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه رجل قادم من قرية أو من مدينة صغيرة يقال لها شوشتر الآن مئتين عام تقريبا محور الحوزات العلمية قال الشيخ الأعظم قال الشيخ الأعظم آراء مطروحة هذا متوفيق ما هي عوامل التوفيق وما هي عوامل الخذلان الشيء الذي يبدو لنا أن هناك مجموعتين من العوامل تكمن وراء التوفيق المجموعة الأولى مجموعة العوامل الإيجابية هناك رواية لطيفة ما كل من قدر على شيء وفق له الإمام صلوات الله عليه يقول كما في البحار المجلد الخامس صفحة 42 يقول وقد يكون الكافر أقوى منك ولا يعطى التوفيق فلا يكون عاملا هواي أفراد مقتدرين عندهم قدرة ولكن التوفيق موعتهم القدرة لا تساوي التوفيق هواي من الأفراد كانوا يتمكنوا ما وفقوا وهواي أفراد أكوا أقل منهم قدرة الله تعالى وفقهم المجموعة الأولى مجموعة العوامل السلبية المجموعة الثانية مجموعة العوامل الإيجابية هذه فيما يبدو لنا تكمن خلف التوفيق وبنسبة هذه العوامل تكون نسبة التوفيق نحن نذكرها على نحو إشارة العابرة المجموعة الأولى مجموعة العوامل السلبية العامل الأول تجنب الذنب العامل الثاني تجنب التفكير في الذنب هاي الصور الذهنية كلش خطيرة عندما تنظر إلى قناة فضائية منحطة هذه القناة تخلق صور ذهنية في ذهنك هي هذه الصور من أسباب الخذلان ومن موانع التوفيق حتى إذا ميت رتب على هذه الصور الذهنية أي موقف عملي التفكير في الذنب تصور الذنب من عوامل الخذلان العامل الثالث تجنب الرذائل الخلقية الرذائل الخلقية توجب الخذلان العامل الرابع تجنب الإنغمار في الدنيا ولو كانت دنيا محللة الأفراد اللي ينغمرون في الدنيا يصلب منهم التوفيق في كثير من الأحد الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله يبدو أكو هناك علاقة فيما بين الأثناء التقوى أولا والعلم الإلهي ثانيا نور يقذفه الله في قلب من يشاء ليس العلم بكثرة التعلم هذا النور كيف يحدث واتقوا الله ويعلمكم الله أحد العلماء رأى النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤية وهو البرغاني حتى إذا ما كانت رؤية الاعتبار يدل عليه قال ليش الأقدمون كانوا موفقين كانت عدهم كرامات عدهم مكاشفات وإحنا ما عدنا فقال له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأنه أولئك كان عدهم حكميا واجب وحرام وإن تعدكم خمس أحكام الواجب كانوا يتعاملون معه بمنطق الواجب والمستحب أيضا كانوا يتعاملون معه بمنطق الواجب يعني ما كانوا يتركون المستحبات عمليا كانوا مقيدين أما إحنا أي شي مستحب وترك صلاة أول الوقت مستحب صلي آخر الوقت قبل ما تطلع الشمس بخمس دقائق قوم من النوم بسرعة روح توضع وصلي صلاة إذا يأخذ فيلمنا وبعدين يعرض علينا لو يعرض على قناة فضائية صدق نذوب من الخجر إذا كانت فتشاشة يصور أفكارنا في حالة الصلاة وكانت تعرض على قناة فضائية صدق كنا نذوب من الخجر هذا مستحب ترك هذا مكروح ما يخالف هذا مباح ما يخالف أنتو عدكم خمس أحكام أولئك كان عدهم حكمي الواجب والمستحب كانوا يتعاملون معه بمنطق الواجب ما يترك والحرام والمكروح والمباح كانوا يتعاملون معه معاملة الحرام يتركونه حتى المباح طبعا هو أي فريق واحد مقيد بالنوافل بالمستحبات عدنا في الأحاديث ما وقر الصلاة من توضأ بعد الأذان خلافة توقير قبل الأذان توضأ متحضر بمجرد ما الله تعالى يخاطبك أنت جاهز متحضر أولئك كانت لهم حالات أخرى مو مثل حالاتنا كان لهم وضع آخر أحد المشاهير يوم من الأيام رؤية يبكي فقالوا له لماذا تبكي؟ يمكن ابنه قال له قال في الواقع أن البارحة ما قمت لصلاة الليلة ابن كاتب عنه أنه كان مقيد بأن يستيقظ في الفصول الأربع ساعة على الأقل قبل أذان الفجر ويتهجد البارحة ما قمت أنا دائبكي أفكر ما هو الذنب الذي فعلته حتى حرمته من صلاة الليل البارحة أما نحن نعيش الحرمان الدائم ولا نشعر بالحرمان الدائم كثير مننا العمحة في الله والله كان فد واحد في بلد هذا خادم في بيت أنا ما أعرفه خادم العمحة في الله والله يقول يوم من الأيام شفت هذا الخادم وجهه وجهه مقطب متأثر مثل الواحد عنده مشكلة عظيمة من الصباح إلى الليل تقريبا هالشكل منكم منكف على نفسه فكرت مثلا يعني يمكن واحد منه ميت يمكن كذا أموال احتراقاتي الأموال المتواضعة اللي عنده فسألت ليلا مثلا مضمون القضية ليش أنت اليوم شنو صاير قال اليوم أنا ما قمت لصلاة الصباح وأنا متأثر من ذلك خادم في بيت أولئك كان لهم حكمان الواجب والحرام وأنتم لكم خمسة أحكام الذنب خطير الذنب داخل في حياتنا الآن التلفزيونات في كل بيوتنا القنوات الفضائية في كل بيوتنا واحد يجب أن يواضح ما يسمعه ما ينظر إليه هذا يلوث القلب يلوث الباطن يسلب النورانية من الإنسان يسلب التوفيق من الإنسان أنا رأيت شخصاً كانت له علوم غير مألوفة علوم غير متداولة عدة علوم فسألته من أين حصلت على هذه العلوم قال لموقف واحد في شبابي نحن نتعرض لنفكر فقط الآخرين نتعرض نتعرض فجأة لموقف الحاج آه حسين القمي المرجع الشهير رحمة الله تعالى عليه قال له له إذا خلوك في بيت مغلق مع امرأة لا تحل لك وأغلق عليك الباب شنو يكون موقفك وماك هناك أي رقيب وماك أي طريق لحلية هذه المرأة قال أعوذ بالله من ذلك ما إلي ملجأ إلا الله يجب أن ألجأ إلى الله في هذه الحالة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يعني فد مرة واحد يتعرض لموقف هذا يجب يكون عنده إعداد مسبق املق النفس امحضر نفس مثل إذا أنتو مرة واحدة هجم عدو عليكم إذا أنتو ما محضرين نفسكم ما متهيئين تهربون لازم واحد يحضر يشجع نفسه يلق النفسه يقوي نفسه يحضر مستلزمات القتال يتمكن يصمم أما واحد ما متحضر ما مفكر فجأة هجم عليه العدو ما يتمكن يقاو قال أنا كنت شاب قل نقولها لا بأس بها للعبرة والآن هاي المسألة محل ابتلاء قال أنا كنت طفل كنت أدرس عند معلمة طفل صغير أدرس عندها قديم هاي القصة ما القبل مثلا خمسين سنة قال بعديين كبرت كان عمره يمكن ذاك الوقت خمسة عشر أكثر أقال شاب في عنفوان شبابه وضيء وضيء إلى أبعد الحدود حتى الآن في شيخوخته ما مززوج الشهوة ضاغطة يقول بلغني أن زوجة تلك المرأة مريض واقع بالبيت أعوام واقع بالبيت هو كأنه كان رايح إلى بلد آخر يقول أنا جيت بعنوان عيادة هذا الرجل دخلت بالبيت شبت أصلا واقع في غرفة أصلا ما يتمكن يتحرك خمس سنوات أكثر هالشكل مسجة في فراش يقول رحت مثلا سألت أحواله كذا يقول بعدين عندما طلعت وإذا بزوجته يعني معلمتي في أيام طفولتي لابس ملابس أخرى وجاءت بهيئة أخرى وجاءت لتحتضنني ما حدا ما يفتهم ذاك خب الرجال قاعد في غرفته نائم في غرفته حرمان من الطرفين لحظة واحدة وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان هنا الخذلان يتيجي أو التوفيق يتيجي فاللحظة يقول أنا لحظة واحدة مو أنه الأتقياء ما عندهم شهوة مو أنه ما عندهم رغبات إذا كانوا مثل هذا الجدار خب ما كانت لهم قيمة ما كان لموقفهم قيمة الجدار تمدحونه على أنه لا يرتكب الحرام الجدار مدح ماذا يقول لحظة واحدة أدركتني عناية الله فدفعتها وهربت بعد هذه القضية الله سبحانه وتعالى أفاض علي بهذه العلم قضية ابن سيرينم هاي قضية تاريخية شبيهة هذه القضية من نحو آخر طبعا كل واحد يبتلى بشكل الأشكال متعددة ولكن الجوهر واحد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وكل يدعي وصلا بسلما وسلما لا تقر لهم بذاك إذا انبجست دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى هناك يظهر المار في المضمار يظهر أما قاعدين في بيتكم مرفهين قاعدين في بيوتنا متظهر الحقيقة عندما المستأجر الأجير الموجر يأتي إلى السيد الخنساري ويقول لي اطلع من هذا البيت يطلع له ما يطلع هاي المشكلة العامة الآن قاعد بيت الآخرين السيد الخنساري يجمع أغراضه ويطلع برده يقعد بالعقد أو بالشارع هذا هو المهم وإلا بقية الحياة لا تساوي شيئا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوك تلك اللحظة هي المهمة وإلا واحد يدرس يكتب يمشي يطلع هذه مو مهمة ما إلها تلك الأهمية المهم عند المنعطف شنو يسوي هذه مجموعة العوامل السلبية هناك مجموعة من العوامل الإيجابية للتوفيق أذكرها سرد العامل الأول بر الوالدين وبر الأرحام واحد يبر بوالدي بقدر الإمكان وبالذات وبالذات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الأعصاب تضعف التوقعات تزداد بر الوالدين مؤثر البر بالأرحام الخالة التي لا تنفعك لا في دينك ولا دنياك تبرها كما تتصور يعني هذا مهم العامل الثاني الدعاء واحد دائما يجب أن يطلب من الله سبحانه أطلب دائما في حالة طلب واحد يجب أن يكون يأخذ من الله ويطالب بالمزيد العامل الثالث نصرة الإخوة المؤمنين من أراد أن لا يخذله الله يجب أن لا يخذل إخوانه المؤمنين العامل الرابع احترام المقدسات احترام القرآن احترام أسماء النبي صلى الله عليه وآله احترام كل ما يرتبط بالله سبحانه المحدث القمي رحمة الله عليه ما كان يلمس جلد كتاب من كتب الأحاديث إلا وهو متوضي وإذا أراد أن يكتب رواية كان يذهب إذا ما متوضي يروح يتوضي ويجلس مستقبل القبل على نحو هيئة التشهد ثم يكتب الرواية خامسا صلاة الليل بعض الأفراد يقولون إنه ما وصل شخص إلى مقام من المقامات الدينية إلا على أثر تهجده التهجد جدا مهم ولو واحد قبل أذان الفجر يقوم بخمس دقائق ويصلي ثلاث ركعات أو يصلي ركع واحد العامل السادس صلاة أول الوقت جدا مهمة في التوفيق أول الوقت صلوا العامل السابع الارتباط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبأئمة أهل البيت وخاصة بخاتمهم الإمام الحج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه جدا مهم من له ارتباط غير ما من ليس له ارتباط اللي يقرأ أيام الجمعة دعاء الندبة غير اللي ما يقرأ أصلا ما ملتفئت اللي يقرأ عصر الجمعة الدعاء المعروف الذي يقرأ غير من لا يقرأ الذي يذكر الإمام المهدي ويذكر أهل البيت ويرتبط بأهل البيت هاي كريمة أهل البيت نحيش في ظلها وجوارها واحد شهر ما يروح للحضرة شهريا ما يروح للحضرة اللي يعيشون في كربلاء في النجا في الكاظمية في العتبات المقدسة الوحيد البهبهاني الذي يقال له مجدد الدين هذا الوحيد البهبهاني عندما كان يأتي إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه في الكشوانية يعني محل خلع الأحذية كان يخلع أحذيته ثم يمسح وجهه على أرض الكشواني على تلك العتبة ويمسح لحيته تذللا وتواضعا أمام مواليه الطاهرين الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قوم ما كان يبدأ بالتدريس إلا أن يذكر سيد الشهداء أولا إما هو كان يذكر أو كان يقول لخطيب أن يذكر سيد الشهداء ثم كان يبدأ حتى بعد أن صار المرجع الأعلى الشيخ عبد الكريم كان يخرج في مواكب اللاطم اللي بعض الأفراد يستنكفون يخرج في مواكب اللاطم ويلطم على صدره وعلى رأسه مثل البقية كان يقال له شيخنا لماذا تفعل هذا العمل كان يقول كل ما عندي إنما هو ببركة سيد الشهداء صلوات الله عليه هذا التوفيق العظيم تأسيس هذه الحوزة العظيمة هذا مو توفيق كم ألوف الأفراد كانوا مثل الشيخ عبد الكريم ما كان عندهم هذا التوفيق إمنيا جاءه هذا التوفيق عند قضية ويا سيد الشهداء سيد الشهداء استشفع إلى الله سبحانه وتعالى في نجاته من الموت وله قضية أخرى أيضا عندما طالب من سيد الشهداء من الإمام الحسين أن يصير هو شيخ عبد الكريم آدمي في قضية طويلة هذه مؤثرة الطلاب التضرر نختم حديثنا بباقة عطرة من روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه التوفيق عناية عناية الله لعبدي العناية تحتاج إلى أرضية أنت تصنع الأرضية أنا أذكر لكم يعني شنو صنع الأرضية أكوفت بحث طويل أن هذه الإختراعات كيف نشأت يقولون أكثر هذه الإختراعات والاكتشافات معلولة للإلهام الإلهي جيد الإلهام كيف يتم الإلهام يحتاج إلى أرضية يعني الإلهام الفيزيائي من الذي يلهم الذي درس الفيزياء هذا عنده أرضية ليش أنا ما يصير عندي إلهام فيزيائي لأن ما عندي أرضية أنت يجب أن تصنع الأرضية الله يصنع الإلهام العناية تحتاج إلى أرضية والأرضية هي ما ذكرناه وأمثالها التوفيق عناية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التوفيق أول النعمة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه التوفيق رأس النجاح عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أمده التوفيق أحسن العمل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كيف يتمتع بالعبادة من لم يعنه التوفيق ليش من التذ بعبادتنا كثير مننا مثل فالثقل واحد يريد يتخلص منه مثل فالواحد مريض يأكل فالطعام لذيذ ما يلتذيه يراه مرا ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة ليش احنا هالشكل أن توفيق ما عدنا كثير منها لا ينفع اجتهاد بغير توفيق أركض أركض ما يفيد أركض خمسين سنة ما يفيد ركض وتوفيق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا نعمة أفضل من التوفيق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا ينفع علم بغير توفيق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا نعمة أجل من التوفيق هذه الرواية أيضا لطيفة في الكافي هذه الروايات التي قرأناها أولا عن غرر الحكم عن أمير المؤمنين هذه الرواية عن الكافي جزء 12 صفحة 353 عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه إن أيوب النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال لله تعالى يا رب ما سألتك شيئا من الدنيا قط ما طلبت منك شيء من الدنيا ودخله شيئا يعني كأنه أعجب بذلك أو فرح بذلك فأقبلت إليه السحابة حتى نادت يا أيوب من وفقك لذلك من أعطاك هذه الحالة قال أنت يا رب كل ما عدنا من الله سبحانه وتعالى في تنبيه الخواطر صفحة 344 عن النبي صلى الله عليه وآله إن المعاصي يستولي بها الخذلان على صاحبها حتى توقعه بما هو أعظم منها إذا واحد سوى معصية هذه مو المعصية الأخيرة هاي بداية الخاط لا تتبعوا خطوات الشيطان نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخذلان والحرمان وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر